جرأة من مصر مسماني وقاتت ثمارها جرأة بالتوفيق برضو خلينا طبعا مبروك لنادل أهلي ومبروك قطع شرط كبير جدا وإن شاء الله يا رب تكمع على خير بالمباراة القادمة وبالفاينر وبالنسبة لي مباراة بيلا لعبتل أهلي ممكن يكون عملنا مرشاد أحسن منها فنية ولكن النهاردة حالة المباراة لا تقولك أنهم عملوا مباراة كويسة بقى أننا كتير ما عملاش مباراة زيدي في أفريقيا وبصراحة شايف أنها تكملة لما سبق يعني من الثلاث مباراة اللي فاتوا لمسماني وعارف لما يبقى عندك خبرة المكان أو إحساس المكان المدرب المدير فاني دلوقتي يبقى عنده إحساس المكان تحس أنه بقى له فترة معنا دي حاجة حلوة من الحاجات الكويسة أنك بتبقى موفق في بدايتك المدرب مهما عمل في شغله واشتغل كتير وبيحاول يدرس وبيحاول يشتغل وبيحاول يعني كل حاجة لكن التوفيق التوفيق عنصر مهم جدا جدا في كرة القدم التوفيق في كل حاجة فإن أنت الإصابات اللي بتجي لك حالتك أنت كمان إيه التوفيق توقيت الأهداف حاجات كتير جدا لقى فيها توفيق طبعا من عند ربنا والتوفيق ما بيجيش بمحد الصدفة التوفيق بيجي للناس اللي تشتغل الناس اللي هي بتحلم ودي حاجة حلوة وأنا شايف بالنسبة لي اللي بيحصل دلوقتي ده مش يعني مش يعني مش حاجة جديء غريبة لأن أنا أنا من أول ما موسمان يجيوا أنا قلت أن كل حاجة عليها كلام بتنجح أي حاجة في مصر عليها كلام بتنجح لما ملقاش متفقين على حاجة بتنجح لما تكون مضغوط بتنجح غير لما تبقى الناس كلها مستنية تشوف منك أحسن حاجة وشايفين أنت حاجة كويسة جدا لأ بتديك كمان دافع أن أن أنت تشتغل كويس أن أنت تشتغل تحاول تثبت للناس أنت حاجة ملقز وحاجة كويسة وأنا أنا أنا على المستوى الشخصي مابسوط له أن هو شكله يعني طريقته في التعامل مع الناس كويسة حتى في المؤتمرات طريقته كويسة على المستوى الشخصي بعيد بقى أن هو إمكانياته الفنية هتزهر إمتى لكن هو أخد تعاطف ناس كتير جدا في المجتمع المصري أو الجمهور الأهلي بالذات أخد تعاطفهم عامل مباراة كبيرة التوفيق جزء طبعا من كلها حاجة ولكن هو كابتن عالي يمكن كمان أتكلم في النقطة ديت وقال لك إيه هو من وجهة نظره أن التشكيل ده كويس وطريقة مناسبة كابتن عالي قال كده وقال لك ناقص حاجتين حلقة الفنية اللي عايبة في الملعب والتوفيق بالضبط والمدرب يعني مهن مين أحسن مدرب في العالم ممكن يبقى موافق في وقايته وموافق مش موافقة فيها وممكن تبقى فراته أحسن فرقة بس مفيش توفيق فدي حاجة حاجة كويسة ودي حاجة إحنا مابسطين بها نحزين توفيق معنا إن شاء الله في المبارات الجاية ومبارات والفاينل يا رب إن شاء الله وهو فنيا يعني في حاجات برضو تديك مدلول إنك طول وقت بتفكر إنك تهاجم أو تلعب كورة دي حاجة من الحاجات المناسبة للنادي الأهلي دي حاجة كويسة النهاردة في لعيبة كتير تقدر طلعها نجوم مباراة يعني ممكن نجي لها بقى بعد كده ولكن أنا يعني أنا شايف النهاردة من نجوم مباراة بالنسبة لي أجاية يعني في ناس هتتكلم على معلول وناس هتتكلم على مجدي أفشا بصة كابتان عادل ده جزء من المباراة كنا بنلعب بشكل كويس لا بصراحة التنظيم الدفاعي المختلف واحد واحد التنظيم الدفاعي آآ من مباراة المقاولين بصراحة مختلف تماما النهاردة في كرة وحيدة تلعبت من ظهرت وكان وصعبة في الاربعة اربعة اتنين بتمشي على أي حد اللي هي تعبت حسب ضرب الجزاء لكن تنظيم آآ أنا بصراحة يعني يحساب له جدا وتديل مساحات برضو آآ والطريق ووقت الضغط الضغط بتاع الضغط برضو مهم جدا وحتى انت كمان هو زرع في اللعيبة انت من اول ديها بتحضر صح انت من قبل حتى ما يجي فيكو ما تجيب الجول انت فيه كرة تحضرت للشناوي اعطاك جات للشناوي ايمن اشرف اتحضرت مصبوع فيه حاجة متقالة ان احنا لازم نحضر دي حاجة من الحاجات المهمة والحاجات الحاجة من الحاجات اللي بتدي دافع لفقيتك آآ فنيا كمان بتعليك جواه الملعب بتقل عليك الضغط كمان لو كرة تطلع سليمة لو كرة تطلع سليمة بتقل عليك الضغط في ان انت طول وقت الكرة معاك عندك استحواز بتقلل الضغط على فرقيتك فدي حاجة من الحاجات الكويسة وبرضو فيه دوقت النهار دا لازم ما نخفلهاش ودي نقطة ماينفعش تجي في يوم وليلة العامل البدني للنادي الاهلي هو اللي فرق في مباراة النهار دا بوس دي الوقفة برضو من ضمن الوقفات اللي انت كنت بتكلم عليها هايلة اربعة اربعة واحد وهو بس الرأس حربة اللي مش موجود في الكدر ولكن وقفة هايلة حتى كمان لو في عدد قليل من فرقة الوداد لعيبة الاهلي موجودة لأ يعني دي الحاجات اللي اتزبطت عندنا واحنا اتفقنا قبل كده الفرقة اللي اخطاقها اقل اللي اخطاقها اقل هي اللي هتكسب هي اللي هتكسب بطول واحنا الحمد لله الحمد لله اخطاقنا كتير فيها حاجات كتير في الاخطاق بدأت تدارة بدأت تقل بشكل كويس مع زيادة ان احنا بينا نلعب كرة بشكل جيد بينا نطلع بشكل جيد نهارده خبالك انت النهارده لو في ناس في حالتها الفنية العالية تكسب مبارادي تكسب هيف سكور مستريح جدا صح لكن بقول مبروك وان شاء الله المباراة اللي جاية تبقى تحضير جيد بإذن الله نكسب بها المباراة اللي جاية وتبقى تحضير جيد ان شاء الله بإذن الله